أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البنيزة عن شكرها لمصر على تسهيل زيارتها إلى معبر رفح مؤكدة أن المعبرة مفتوح من الجانب المصري وخلال مؤتمر الصحفي شددت المقررة الأممية الخاصة على أهمية زيادة كميات المساعدات التي يتم إدخالها للمدنيين في قطاع غزة أشكر مصر على تسهيل رحلتي بين معبر رفح والقاهرة المعبر مفتوح من الجانب المصري لكن إسرائيل هي من تعرقل عمليات الدخول إلى القطعة كما أشكر الأطباء المصريين الذين قاموا بعلاج عدد من المصابين الفلسطينيين في المستشفيات المصرية الأوضاع في قطاع غزة مروعة هناك عدد من الفلسطينيين الذين وصلوا إلى مصر بإصابات خطيرة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية طالبت إسرائيل بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع لكن ذلك لم يحدث نؤكد أن حياة الفلسطينيين مهمة وبعد زيارة إلى رفح نشدد على حاجة المدنيين في غزة للكثير من المساعدات على اختلاف أنواعها